الإسلام منهج عجيب في تربية الأبناء منهج لم يسبق إليه الآن رجال التربية يقول نحن نستطيع أن نربي الطفل وهو يعني في أيامه الأولى نحن نقول الإسلام يربي الطفل قبل مجيئه قبل مجيء الطفل يربيه نعم يربيه لأن الإسلام قد أمره ربه أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نختار عندما نريد أن نتزوج أن نخدار المحضن الصالح تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها نعم ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك إذن هو قبل أن تأتي يكون قد وفر له المحضن الصالح ثم إذا كان في بطن أمه وكانت أمه من دوات التلاوة لكتاب الله عز وجل المحبة للقرآن والله ثبت يا إخواني اليوم لا يتكلمون العلماء عن ما يصل إلى العقل الباطن لهذا الطفل الذي كان القرآن يتوافق مع فطرة الله عز وجل لأن الله يرسل إليه ملكا وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح هذه الروح هي جسم نوراني علوي نعم يعني الله سبحانه وتعالى به أكرمنا وبه أعزنا وبه جعل لنا كرامة ككرامة بشرية عالية ولقد كرمنا بني آدم وذلك من أعظم التكريم أن ينزل ملكا فينفخ فيه الروح فهذا النفخ في الروح نفخ الروح فيه شكل فيه فطرة نقية وإذا به يستمعوا من أمي ويتتلوا القرآن نعم هذه بلا شك ثبتت ثم إذا قام الطفل خرج الطفل أول شيء يصافح مسمعه الله أكبر الأذان وفي الأذن اليسر الإقامة ثم إذا بدأ ينطق يقول عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيهانكم بلا إله إلا الله لا أريد أن أطيه لكن ما بين السابعة إلى العاشرة هذه أخطر وأهم مراحل العمر وهي مرحلة نمو الملكات ولهذا أمرنا الله عز أمرنا ربنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل مروا أبنائكم للصلاة للسم ويعني نأمرهم بها وإذا أمرناهم بالصلاة أمرناهم بغيرها لماذا؟ لأن هذه السن بالذات تنمو فيها ملكة الحب والكر والرغبة والتملو وكذا واكتشاب المعارف واكتشاب العادات واكتشاب الكلمات فأوصانا بأن نهتم بها